بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نطقت بذكره الألسنة وجل عن أن يأخذه نوم أو سنة وفضل أزمنة كما فضل أمكنه فجعل ليلة القدر خيرا من ثلاث وثمانين سنة وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فمن فضائل شهر رمضان أن الله سبحانه خصه بهذه الليلة العظيمة التي تسمى ليلة القدر وهي إحدى ليالي الشهر المكرم هل هي ليلة السابع والعشرين أو ليلة الواحد والعشرين أو غير ذلك من حكمة الله أنه أخفاها وقد أخفى الله أشياء كثيرة أخفى الساعة المستجابة في يوم الجمعة ليجتهد الإنسان في اليوم كله وأخفى أجل الإنسان ليجتهد الإنسان في عمره كله وأخفى لسم الأعظم من أسمائه الحسنى ليدعى سبحانه بالكل وأخفى ليلة القدر من رمضان ليجتهد الإنسان الشهر كله والقدر بمعنى المجد والشرف والمكانة الرفيعة وقد أنزل الله في القرآن سورة بهذا المسمى تحدث فيها ربنا عن فضائل هذه الليلة حيث قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر بقدرتنا وعظمتنا أنزلنا القرآن على الرغم من أن القرآن لم يذكر قبل ومع هذا قال الله إن أنزلناه الضمير يعود على القرآن والقرآن لم يذكر في السورة من قبل لكن القرآن واضح وضوح الشمس في ضحاها واضح وضوح القمر إذا تلاها واضح وضوح النهار إذا جلاها ثم قال الله وما أدراك ما ليلة القدر التكرار هنا للتفخيم والتعظيم من شأن هذه الليلة المباركة التي قال الله فيها بعد ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر يعني خير من ألف شهر من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر يذكر بعض العلماء يعني أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله ألف سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب جعلت أمة أقل الأمم أعمارا فأعطاه الله ليلة القدر هي خير من الألف شهر التي جاهد فيها الإسرائيلي أو حمل فيها السلاح سأكون هذا الخبر صحيحا أم لا لكن المهم أن ربنا قال ليلة القدر خير من ألف شهر ثم أيضا تحدث ربنا عن فضائل هذه الليلة ذكر أنه نزل فيها القرآن أن هذه الليلة خير من ألف شهر ثم قال تنزل الملائكة يعني الملائكة تتنزل في هذه الليلة بالرحمات والخيرات والبركات على عباد الله عز وجل تنزل الملائكة والروح المراد بالروح هنا على الرأي المشهور هو جبريل إذن جبريل واحد من الملائكة لماذا خصه الله تبارك وتعالى بالذكر مع أنه واحد من الملائكة قالوا من باب عطف الخاص على العام ولهذا جبريل هو رئيس الملائكة قال الواحدي يذكر الخاص بعد العام إذا كان رئيسا مقدما وجبريل له ما له من المكانة وقد ذكره ربنا في القرآن باسمه صراحة ثلاث مرات تنزل الملائكة والروح فيها يعني وجبريل بإذن ربهم فالملائكة لا تتنزل ولا تنزل إلا بأمر الله تعالى بكل أمر من كل أمر يعني بكل أمر قدره الله عز وجل في السنة المقبلة فقال ربنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا بكل أمر ثم أيضا ليلة القدر هي ليلة السلام هي ليلة الأمن هي ليلة الأمان سلام هي حتى مطلع الفجر ونحن نسأل الله سبحانه من خلال ليلة القدر أن يعم السلام كل أرجاء الدنيا وأن يقينا شر الحروب وأن يفرج كرب المكروبين في كل مكان وأن يعم السلام مصر بل والعالم كله سلام على الملائكة المقربين سلام على عباد الله الصالحين سلام على مصر والمصريين بل سلام على كل العالمين اللهم ارزقنا السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وبك السلام وإليك السلام فحينا بالسلام فحينا بالسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام إنك قادر على ذلك ومولاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين